شكل أولاني أنا خلاص اكتشفت أنه هو أدمن أو وقع في الدايرة أو دخل يبقى أنا على طول بتواصل مع الخط الساخن 16-0-23 ده الخط الساخن لصدق مكافحة وعلاج الإدمان هيرد علي مجموعة من المتخصصين أو الخصائيين المختصين فهذا الأمر عشان يوجهونا لأعرب مركز علاجي موجود ونقدر نتعامل إزاي مع الحياة 16-0-23 16-0-23 لكن فيه جزئية دكتور وحركة عارفة أكتر مننا أن مركز كتير جدا ما بتقبلش الفرد غير طوعاتا أنه هو عاوز يروح بنفسه لكن فيه أسر بتكتشف بيبقى لسه في المراحل الأولى أو يعني مدمن بقاله ست شهور بقاله سنة فهو عنده تصميم عجيب جدا أنه هو ما يبطلش لا ودول أطفال هو مش عنده تصميم بقى عجيب ده هو عنده قناعة بيقول أن أنا مش مريض مش مريض أنا لا أنا مش مدمن أنا ممكن أبطل فيه وقت ده أحصايات كتير بتقول ما بيروحش العلاج غير اللي بيجيب قاع اللي هو بيجيب الآخر